سألته وقتها سؤال قلت له يا كابتن إيهاب بعد كل اللي انت وصلت له ده بقول لك واحد من أهم الأسماء على فكرة من أغلى المدربين اللي في مصر يعني اللي بيقوز إيهاب جلال ده يدفع كتير قوي عشان إيهاب جلال يدربه ودرب كل الناس الكبيرة قرب الزماليكو باراميدز مصري وإسماعيلي هو ودرب منتخم مصر عد على كله طبعا إنجازاته مع مصر المقصة كل حاجة كل حاجة عملها إيهاب جلال فبقوله للي إسماعيلي يعني ليه تحط نفسك ده حتى الضغط ده كله دلوقت مش بقوله للي إسماعيلي إنه نادي صغير إسماعيلي اسم كبير طبعا وعظيم وتاريخي في مصر بس الظروف الإسماعيلي حاجة متعبة لأي مدرب فطبيعي يقولك إيه بما إن اسم كبير فمش لازم الإسماعيلي دلوقت ياخد من الأندية اللي هي المستقرة اللي عندها فلوس كتير لقوها كذا فقال لي أنا اللي اخترت التجربة دي أنا اللي عايز أضرب الإسماعيلي أنا اللي عايز أقف جنب النادي الإسماعيلي أنا اللي عايز أساعدهم في الظروف اللي زي دي دي حاجات ما قلت إيش وقتها كان حوار يعني جانبي مش حوار يعني للعلن بس بما إنه ما فيهوش مشاكل حتى بعد ما تقفها الله قادر أقول الكلمات اللي قالها الكابتن إيهاب جلال وقتها بعدها كان فيه كل من جمهور النادي الإسماعيلي كانت تواجم الكابتن إيهاب جلال بعض الناس في إدارة النادي الإسماعيل مكنتش عايزة كابتن إيهاب جلال يكمل مع النادي الإسماعيل رغم أنه هو تعامل في ظروف أصعب ما يمكن مفيش قيد مش هنعرف نجيب لك لعيبة ماشي في لعيبة مهمة هنضطرن بها عشان محتاجين فلوس عشان نفك القيد ماشي معلش هتلعب بمجموعة من الناشئين ماشي والله اللعيبة اللي عندنا دي صعب أنه هنديها مستحقتها كاملة ماشي رحمة الله على الكابتن إيهاب جلال تتمنى له يا رب الجنة من أكتر أكتر الشخصيات اللي تأثرت الشخصيات الرئيسية اللي تأثرت بخبر وفاتها هو الكابتن إيهاب جلال شخصيا يعني الخبر بالنسبة لي كان صادم جداً النهاردة وزعلت جداً وفكرت في حاجة واحدة بس أول ما الكابتن إيهاب جلال سمعت خبر وفاته إنه لقد عيده بالرحمة وقد عيده بالجنة على الأقل النهاردة وأنا بقول الكلمتين دول بقول أنا وكل أصدقائي وكل الناس يا جماعة إحنا اتعلمنا إنه اللي ربنا يتوفى يدعيله بالرحمة مبدئياً يعني في ناس مبدئياً دي عندهم ما بقتش كده واحدة واحدة يا جماعة واحدة واحدة كده كده ربنا اللي بيختار ربنا اللي بيختار وإحنا عارفين إن كل واحد وليه معاده وبالمناسب ومنكنش نوأتكلم في الجزية دي النهاردة بصراحة بس هو الكلام جاب بعضه كل واحد فينا بشكل أو بآخر كل واحد فينا في الدنيا كلها في الدنيا كلها بشكل أو بآخر في كتير من الأحيان بيحس بالظلم الله هي ظلم في بيتك والله هي ظلم في شغلك والله هي ظلم من الدائرة المحيطة بيك ممكن يبقى إحساس صحيح ممكن يبقى إحساس خاطئ بس الإحساس دا ساعات بيجن فيه اللي بيعرف يا تخطى سريعا وفيه ما بيعرفش يا تخطى فيه اللي بيكون واقع عليه ظلم حقيقي وفيه ما يكونش واقع عليه ظلم حقيقي ويبقى متخال اللي هو مظلوم كل دا والد إنه بيحصل في حياتنا يوميا يوميا وكلنا منتأثر به طبعا بس الناس اللي بتروح بيبقى دا معادة ربنا اللي اختار هل معناه إنه لو فيه ظلم نقول خلاص مش مشكلة لا طبعا بس يا جماعة على الأقل على الأقل يوم الوفاء دا نقول ربنا يرحمه في الجنة أكتر حاجة هيبقى محتاجها مننا الكابتن ياهاب جلال كلنا دلوقتي أو أي حد يتوفا الله إن احنا بس ندعيله ندعيله بالرحمة ندعيله بالجنة ندعيله بأحسن مكان في السماء مش نقعد نخش في قصص وحكايات تتوئنا عن الدعاء لي بنا يا رحمك كابتن ياهاب صرتك طيبة جميلة وحلوة وسط كل الناس فيش حد قابلته في حياتي في الرياضة المصرية ما يحبش هيب جلال راجل خير راجل جدع راجل شاطر راجل مهزب راجل صاحب مسئولية كل الصفات الجيدة هتلاقيها موجودة في الكابتن ياهاب جلال رحمة الله عليه اشتركوا في القناة